ترجمة نانسي قنقر ركز على موضوع من عهد القديم نحن نلاحظ الله عمل أول نبوة وحكي أنه وعد أن يخلص بني آدم من الوقع من الخطيئة ومن وقت ما هو عمل هالوعد نلاحظ أنه حيرب ملوك حيرب كتير ناس نحن نلاحظ أنه بعض أنبيته يتكلموا بإسمه تيعلنوا عن قدوم المسيح وتيحضروا الناس حتى يستقبلوا ويقبلوا المسيح بحياتهم على الأقل من خلال شريعة موسى ومنلاحظ أنه الله بعهد القديم بزمن عهد القديم عمل كتير إشياء وبهالإشياء نحن نلاحظ أنه قديش الله قادر قديش الله قادر يغير الوضع يعني بحركة من إيده كان قادر هو يغير كل شي يعمل بشرية جديدة أو يشيل الخطيئة كاملا يعني كان بيقدر يفرد رأيه على كل شي بأي شي هو يريد ولكن منلاحظ أنه بداية عهد الجديد حسب وعد الله لإشعية من خلال نبي إشعية الله بده يزور العذراء مريم وبياخد إذن الله من مريم إنه هي تحبل إنه هي تكون الأم اللي بده تحمل هالمولود اللي بده يخلص البشرية منلاحظ أنه بعد ما الله أخذ الإذن كان ناطر إنه هي تآمن وهي تقبل وهي تقول إيه تحتى الله يكمل شغله هلا أكيد إذا هي ما قبلت الله كان راح بيقدر يقولها غير شخص أو كان بده يلاقي غير شخص ولكن الفكرة أنه هي قبلت ولكن الله بالبداية طلب إذن مش بالزور وهي قبلت بقهم نلاحظ بهالقصة أنه في عمل إيمان وفي عمل تكريس أولاً أنه الرب قديش عطى أهمية للإيمان وقالله قديش عطى أهمية للتكريس وكيف الرب مع أنه هي إنسانة ولكن بتكريسها وبإيمانها الله قبل أنه ابن الوحيد يولد فيها وهي تحبل بقى من هون أنا بحب أحكيكم عن تكريسها تكريسها لمريم وتكريس أو الإيمان اللي كان عنده يوسف وأنا رح نلاحظ أنه الإيمان والتكريس ما نشي نحن كفينا نغير كاليوم خلينا نقرأ مع بعض من متى واحد ستة عشرين وفي شهرها السادسي أرسل الملاك جبرائيل من قبل الله إلى مدينة بالجليل اسمها الناصرة إلى عزراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف من بيت داود واسمه العزراء مريم فدخل الملاك وقال لها سلام أيتها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت بين النساء فاتربت لكلام الملاك هي اتربت يعني أنه واو شو هالكلام العزيم مش أنه واو لايكوا قديش شخص مهم أنا تواضعت هي لأنه اتربت أنه ليش عم بيقل فيه هيك لأنه هي بتعرف أنه هي إنسانة عادية يعني وسألت نفسها ما عسى أن تكون هذه التحية فقال لها الملاك لا تخفي يا مريم فإنك كتنلت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتليدين ابنا وتسمينه يسوع إنه يكون عزيما وابن العلي يدعى ويمنحه الرب الإله عرش داود أبيه فيملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولن يكون لملكه نهاية هون الملاك عم بيقول أنه أنت بك تسيري أم ابن الله اللي حامل كل وعود عهد الأديم تيقعد على عرش داود وملكوته مألو نهاية يعني ليكو هالفخر هالوعود الكبير العزيمة فقالت مريم للملاكي كيف يحدث هذا وأنا لست أعرف رجلاً فأجابها الملاكو الروح القدسي يحل عليك وقدرة العلي تزللك لذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن الله وهذا هو الشهر السادس لتلك التي كانت تدعى عاقراً فليس لدى الله وعد يستحيل عليه إتمامه فقالت مريم ها أنا أمت الرب اللي يكن لي كما تقوله ثم انصرف الملاكو من عندها هم نلاحظ أنه اللحظة اللي هي قبلت بإيمان وقالت نعم أنا حادر وأنا بقبل كل اللي أنت قلت وأنا رح حدر حالي وأنا رح كون عم هيئ نفسي لهالعمل هي من هاللحظة حبلت ولكن أنا اللي بحب قوله أو أنا رح بجرب أعطيكم صورة كيف آمنت هي كيف قالت إي لأن كل واحد منا نحنا قبلنا يسوع يوماً ما فيه مننا قبل عشر سنين فيه مننا قبل خمسة عشر سنة خمسة سنين حسب وكلنا قلنا نعم نحنا منقبل يسوع ولأن قبلنا يسوع صار فيه ولادة جديدة بداخلنا بعمل روح الأدوس نحنا صرنا نعيش ولادة الجديدة ولكن منلاحظ أنه مريم بس قالت نعم هي قالت نعم لشي ما كانت قادرة تحكي مع الناس ما كانت تقدر تروح بعد شوي تحكي مع أهلا وتقللون أنه أنا حبلي ما كانت تقدر تحكي للكاهن أنه أنا حبلي وما كانت تقدر تقول أنه ليكو الملاك الرب زارني وقال لي أنه أنا بدي أحبل كانوا رجموها كانوا دربوها كانوا قتلوها ما كانوا بدون يفهموا إذا يسوعوا ما فهموا كيف لا مريم يعني هي قبلت شي وحضرت حالة عيش هالحياة بإيمان وبتكريس ولكن المجتمع حواليها ما كانت تفهمها الشي وهي ما كانت تقدر تعبر ما كانت تقدر تحكي يعني هي ما كانت عندها حدا توقف حدا وقتل هي أخدت هالقرار أو هي عم تقطع من هالمراحل هي بس قالت نعم قبلت شي لأن الرب عطاها بركة كبيرة وهي قبلت هالشي وكانت متيعة وكانت كثير حابة تكمل مشيئة الرب بحياتها وكمان نلاحظ هي كانت شابة صغيرة يعني 16 سنة عمرها وهي كانت ناوية تبني عيلة تصير عند أولاد وتهتم بالعيلة بيجوزة وكذا ولكن منلاحظ من قصة حياتها هي تخلتها على العادة هي صارت أم للمخلص ولازم تمشي معه خطوة خطوة شو ما طلب هالمخلص أو حياته لهالمخلص أو ابن الله اللي هي بدأ تحمل وهي قبلت هالشي بالإيمان وبعدين منلاحظ أنه كمان بمتة واحد عدد 18 يحكي عن يوسف يقول أما يسوع المسيح فقد تمت ولادته هكذا كانت أمه مريم مخطوبة ليوسف وقبل أن يجتمعان معا وجدت حبلة من الروح الأدس وإز كان يوسف خطيبها رجل صالح انتبهون هو كان رجل صالح ولم يريد أن يشهر بها قرر أن يتركها سرًا شو يتركها سرًا يعني هي حبلة ماشي على الطريق كلهم شايفوا أنه مش مجاوزة ولكن بطنها كبرت كانوا قتلوها يعني قد ما كان هو صالح ما كانت بدا تقدر مريم توصل لآخر الظروب يعني كانوا قتلوها لأن هي تنعاد عملة غلط بحياتها إذا ملك من الرب قد ظهر له في حلم يقولوا يا يوسف ابن داودة لا تخف أن تأتي بمريم عروسك إلى بيتك لأن الذي هي حبل به إنما هو من روح الأدس فستلدوا ابناً وأنت تسميه يسوع يعني عم يعطي صلاحية لأله ليوسف أنه أنت بك تسميه هو عم يدعيه تيكون بي الحامي مع أنه هو مش بي الأصلي ولكن هو بي الحامي يعني عم يدعيه حتى يكون عم يحمي هالمولود الجديد اللي هو مخلص لأنه هو الذي يخلص شعبه من خطياهم حدث هذا كله ليتم قاله الرب بلسان النبي القائل ها إن العزراء تحبلوا وتلدوا ابناً ويدعى عمانوئيل أي الله معنا ولما نهض يوسف من نومه فعل ما أمره به الملاك الرب فأتى بعروسه إلى بيته ومنلاحظ كمان وقت الملاك حكي مع يوسف كمان يوسف رد عملياً كمان بإيمان وكرس حياته يعني هو كان ناوي كمان يكون عنده عيلي ولكن منلاحظ أنه هو كمان كان في عنده دعوة من الله أنه أنت تهتم به المولود الجديد وهو كمان قال نعم ونحن نعرف بالقسة أنه ابنا الله حملين بين إيديهم من مكان لمكان كل الوقت يال ملك هيرودوس يلحقهم بيتهدهم أو بمكان تاني فيه صعوبة معينة بيكونوا مجبورين هنو يتركوا ولكن بعد ما ولد يسوع كان عندهم كتير صعوبات وكانوا بحاجة أنه ينتبهوا عليه ماكسيموم ما كانوا بيقدروا يعيشوا حياة عائلة عادية هلا منلاحظ العيل حتى لو كانوا مؤمنين مكرسين بيختموا بالكنيسة ولكن حياتهم نوعا ما بالأول العيلة والشغل وكذا وكذا وبعدين عندهم وقت معين يخدموا بالكنيسة ولكن هون ما كانوا بيقدروا يقللوا الانتباه كانوا يكونوا مركزين كل الوقت على هالمولود والرسالة اللي هو حامل تيوصلوا للمكان المناسب بقى يترى نحن اليوم بحياتنا كيف منعيش إيماننا وتكريسنا لأن نحن كمان منعاني من اتهادات من الصعوبات ونحن كمان عنا عيال كيف منعيش حياتنا إيمانية؟ وعندما يكون هناك صعوبات قدامنا ماذا نفعل؟ أنا كثيرا أعرف ناس وعندما يكون هناك صعوبة قدامهم دغري بيقسوا، بيتزمروا، بيبطلوا يقامنوا يمكن بيبطلوا لمدة يقروا بكتاب المقدس لمدة ما بيصلوا، لمدة ما بيجوا على الكنيسة يعني كل شي معلق من أحاسيسهم هنّي حسين منيح؟ حدرين بيعملوا المنيح إذا هنّي ما حسوا منيح ما تنتظروا منهم يعملوا الصحيح أو اللازم بقى بالنسبة لهالأشخاص اللي عم بيحكي عنهم إيمانهم وتكريسهم متعلق من أحاسيسهم بس منلاحظ أنه مريم ويوسف شو ما صار معهم إيمانهم وتكريسهم كان إيمان وتكريس للموت ما كانوا بيقدرو يفكروا بغير شيء لأن هيدا المولود انحط بين إيديهم هنّي بدون يهتموا فيهم يعني إيمانهم إنه يهتموا فيه تكريسهم إنه ينتبهوا يواصلوا للمكان المناسب اللي من هونيك بيقدر هو يكمل رسالته بقى اليوم نحنا مولودين جديد نحنا كيف حملين هالبركة هالعظمة اللي الله حاطت فينا نمشي على هالأساس نحنا إيماننا متعلق بأحاسيسنا شو منحس نتصرف ولا مت البولوس بيقول حتى الموت ما بيهموا شيء لأن هو ناوي يخلص الدعوة أو يواصل هالدعوة اللي الله سلم له إياه للمكان المناسب لآخر نفس بقى أحبة أنا إذا برجع شوي لورا للسنتين يمكن الراب قال إنه من اليوم رايح على وجه الأرض ما رح يكون فيه سلام فيه مشكلة بتنتهي مشكلة جديدة رح تبلش يعني الشخص اللي ناطر إنه المشاكل تخلص تنرتاح بيكون مجنون ما في شيء من هالنوع وكمل بالرسالة الراب قال إنه السلام الوحيد اللي الإنسان رح يكون عنده هو اللي موجود بقلبه وهيدا الشي اللي وعدنا الرب يسوع قال إنه أنا سلامي أعطيكم بقى إذا نحنا حسين وعيشين سلام يسوع من جوة لبرة نحنا منعيش انتصار ومن خلال هالسلام ومن خلال عمل روح الأدوس نحنا منحقق حتى إنه ننجح بأعمالنا بعيالنا بقى لهالسبب أنا بطلب منكم إنه تكونوا مركزين أكتر اليوم أنتوا عم بتعيشوا حياتكم والإيمانية لأن فيه ضغط عليكم فيه هجوم فيه اتهاد إبليس بيعمل كتير إشية تايداية المؤمنين اليوم نحنا نروح نشتغل بمكان معين ولكن هالسقاف اللي نحنا منفوت فيه إبليس بيكون عامل كتير إشية ناس بيتصرف ويمكن مش مباشرة إبليس عم يتكلم ولكن سقافتهم سقافة دنيوية تصرفاتهم تصرفات دنيوية ما راح نلاحظ إنه فيه روح الله فيه فيه سلام وفيه محبة ما راح نشوف فيه إشية الإيمانية اللي نحنا مننتظروني ولكن نحنا كيف بدنا نتصرف؟ كيف بدنا نواجه هالأمور؟ أولاً بدنا نوصق بالرب تانياً راح نجرب نكون نور بهالمكان اللي نحنا موجودين فيه ما فينا نتهرب ما فينا نتهرب يعني إماجن تصوروا مريم ويوسف بلحظة من اللحظات تركوا يسوع قالوا لأ الله ليك دخيلك كتير صعب هالمشوار خد ابنك عطيه لواحد تاني قلت نحنا ما عاد فينا نعمل وقتل نحنا منتهرب بطريقة غلط كأنه منكون عم نترك هالولادة الجديدة اللي عنا بالمسيح عجنب عم نقلو للرب دخيلك أنا ما فيي هيدا كتير تقيل علي ومنتخلى ومنمشي ما بيجوز نعمل هيك لأن أنا أكيد إنه ولا واحد مننا ناوي أو مقرر يعمل هيك ولكن وقتل نحنا تحت ضغوطات قدام اتهاد أو مشاكل نحنا تلكياً وقتل نعطي كتير أهمية لهالأمور اللي موجودة حوالينا تلكياً نحنا منوقع نيقس ومنتزمر ومنصير نلاقي طريق نهرب ولكن الله ما أعطاني روح الادوس تأنا كون عم بهرب الله أعطاني روح الادوس تحتى أنا أعلن عمل روح الادوس تحتى أنا أعلن كلمات روح الادوس تحتى أنا كون نور من خلال عمل روح الادوس يعني أنا ما في أهرب وفكر إنه أنا شخص ضعيف أنا شخص مرفوض أكيد كل العالم ممكن يرفضوني مهم الرب يكون قابلني كيف كان إيام يسوع؟ هو كان لوحده بالأول حتى أمرار مشوا معه مئات حتى بالألف ناس كانوا ماشين معه ولكن نحنا منلاحظ إنه مش كتار كانوا مكرسين حياتهم ومأمنين أول صعوبة تركوا فلو هو ما قالوا نشي بقى لهك كتير ضروري أحبة إنه نحنا نكون عم نتسبت بكلمة الله نسبت حيالنا بكلمة الله تنصير نعرف مين نحنا أنا بتذكر وقت الرب زارني وأنا حسيت إنه أنا هيدا الحياة بدي عيشه ما كان في علي ضغط ما بحس إنه إيجا قال لي إنه هيك بكتعمل ولكن أنا حسيت جوا إنه هيدا دعوتي أول ما بلشت أعلون عن دعوتي أول ما بلشت أخذ أول كم خطوة من دعوتي ما حدا بقي حدي ما حدا بقي حدي ما عدا أمي ما حدا أبدا كنت لوحدي يعني أنا كنت بمكان أو بدي إربح الناس فإن بستوا من عملي من إنه أنا بلتهم وراحت لعندهم رفعت هالشي اللي كنت عم بعمله اعتبرتوا غلط أو بدي قبل وروح عند الناس انتظر شي من الناس أو بدي إرفض زعل الناس كون لوحدي نعم بس كون مع الله أنا رحت مع الله وقديت سنين صلاة لبين ما هو بناني من جوه لبرا وبالأخص أنا مرأت بكتير صعوبات وبهل زمن الصعوبات كان دايما يقل لي إنه أنت بك تتحضر بتذكر شغلة واحدة كنت دايما يقل له للرب وقتل ما كنت بفهم شغلة كنت قل له للرب يا رب أنت فسر لي أنت قل لي دايما كان يقل لي أنا معك ما تخاف يعني أنا أقول بداخلي إنه أنا ما بدي هالجواب يعني أنا بدي قوة ييجي يحللي هالمشك لهوي بيقل لي أنا معك ما تخاف قل له هيدا أنا ما كنت بنتظر منه يعني أنا ابنك وانت بتحبني عم تستخدمني وأنا عم بخدمك يعني لازم يكون في شيء بيناتنا تدخل هيك فجأة قلت لي كلمتين وفلت ما أنا بدي هيك أكتر من هيك بعض مدة بعض زمن يعني مش بس مرة مرتين كذا مرة يعني بحياتي كنت أسأل الرب وكان دايما يقل لي هيك وأنا كنت تيع يعني بالآخر لأنه هو هيك عم بيقول وكنت اجتهد أكتر بعد مدة بعد مدة لاحظت أنه ما عم بسأل هالسؤال مش ما عم بسأل هالسؤال لأنه قسد أو زعلت ما عم بحس أنه بحاجة اسأل هالسؤال لأن حاسس هو معي يعني وقت ال هو كان عم بيقلي إنه ما تخف أنا معك كان عم بيبنيني وقت ال كان عم بيقلي ما تخف أنا معك كان عم بيبنيني لكني كانت من دفع من أحاسيسي وقت يبنيني من داخل، أحاسيسي لم يفهموا شيء أحاسيسي، هلأ أريد دولار، هلأ أريد مصاري، هلأ أريد حماية، هلأ أريد قوة، هلأ أريد كذا، أحاسيسي أريد شيء ملموس، وهو كان يقول لي أنا معك، مثل مباحث يقول لا تخاف، وقت الباح يريدك أن يقول لي تلفن لي أنا دغري عندك، تلفن لي لا يأتي بقى تمدتي لاحظت أنه مني بحاجة أقول يا رب بدي كذا أو أعمل كذا، حسيت أنه هو معي، بلشت أتصرف بطريقة تانية التصرفي صار تصرف إيماني، بقى وقت اللي نحن منتكمش أو نتسبت بكلمة الله أحبة، نحن منلاحظ أنه منتغير من جوة لبرة نتطلع للأمور بطريقة مختلفة، ما منتطلع للأمور مثل ما أحاسيسنا تتطلع، نتطلع بالأمور بطريقة تانية كاملة يعني، لأن أمرار مثلاً واحد بيعمل شيء بالمبدأ الإنسان بده يعصب، لأن حقيقةً هيدا الشخص عمل شيء غلط، على مستوى أحاسيس وجسد، يحقل له هيدا الإنسان يعصب لأن حقيقةً ألف بالمئة هيدا الشخص عمل غلط، ولكن نحن بهالظرف إذا بنسأل الرب، منلاحظ هو عنده طريقته الخاصة، النفس أو روح الإدوس اللي بيشتغل فينا وقت اللي بيتكلم بيقول ما على شيء، سامحوا، ما بيدال في شيء، ما بيدال في شيء، منلاحظ أنه نحن في عنا القوة نسامح، لا أعرف يعني هكذا، وقت الواحد بيكون معصب والتاني بده يجي يروعه، وما عم بيروق بكلمتان، روق خيه، حبيبي، وكذا، بيعطيه مليون دولار، بيقول له، أهلا وصل، أهلا، بعمل اللي بدكيه، مضبوط، بسامحه وبسامح شيطان كمان، إذا إيجا المليون دولار، وقت الروح الإدوس بيحكي، وقت الروح الإدوس بيشتغل بداخل الواحد، ما بعرف هو المليون دولار كان الصورة، كنت عم جري بقول، بس الإحساس بيتغير فينا بنفس الطريقة، أنه نحن خلص نقدر نسامح، أو نقدر نضاين، يعني من زمان هالأشخاص اللي ماتوا بإسم يسوع، اتعذبوا، في منهم أطاشولهم إيديهم، شالولهم صبيعهم، في وجع يعني، في عذاب، وكانوا مبسوطين بيقولوا هولي، كانوا بيتضحكوا لأن طالعين عند الرب، مش لأن هولي كانوا غير عنا، أو جسدهم كان غير جسدنا، أو ما كان عندهم أحسيس، أو ما كانوا عم يوجعوا، لا، لا، هولي بقبال الأوجاع والإتهادات والصعوبات، كانوا عم بيواجهوا هالأمور من روحهم، من سباتهم الروحية، بقى خلينا نحن اليوم بهالزمن نطلع بهالطريقة، لأن إذا ننتر تتخلص المشاكل، ونرتاح، وبعدين نصير نعيش بالإيمان، ما رح ننجح، ولكن نحن بالمقابل عنا شي جديد أو شي تاني الربعة تانا، نحن فينا نتسبت بكلمة الله، ويكون في عنا هوية روحية قوية قادرة تواجه الظروف والصعوبات اللي تيجي علينا، لهك إذا منقرأ أول يوحنا 4-4، منشوف أنه بيقول الروح اللي موجود فينا أقوى من الروح اللي جاي من هالعالم من بره، بقى مهما إجت من بره، اللي موجود جوه أقوى، بس يا ترى نحن منستعمل هالقوة، نستفيد من هالقوة، نحن كتير أمرار نيجي منقول يا رب ساعدني أنا عم صليلك، أنت قلت إذا نحن اتنين نتفق سواء ومنصلي، أنت بك تعطينا، وأمرار نحن وقتل منقول هيك، منكون عم نلومه يعني، مع أنه عم نذكر كلمات الله، مين عمل هالشي قبل هالله؟ نحن عم نقرأ كلمات كتاب المقدس، ولكن نحن عم نزطله إياه، كيف نقول يعني، نحطه بعينه، أنه أنت واعد يعني، وينك نايم، سكران، بعيد، لا أعرف كيف يحدث فينا، ولكن ليس نحن نكون سبتنا حالنا بكلمة الله، أنا أتذكر كل يوم كنت أخذ آية من كراءاتي، ولساعات كنت أضع راسي، وكرر هالآيات، وكرر هالآيات، وكرر هالآيات، ولا بعد، ما فيكم تتصوروا كم مرة كنت أعمل، قد ما كان عندي وقت، لابعما من داخل هالآية بأحساسي من روحي، أحصل على جواب من الرب، أو معنى هالآية، أو الروح هالآية، وأنا كنت بكرر، ما كنت صلي، كنت بكرر، كنت بهايء حالي، تأسمع شو الرب عم بيقول من خلال هالآية، شو عم بيعلمني، شو عم بفهمني، لهالسبب أحب إذا نحن بدنا نكون سبتين بكلمة الله، لازم كل يوم نقرأ، ونشوف الرب شو عم بيقول لقلنا، مين أنا؟ بيسوع، مين أنا؟ ككائن جديد، ككائن روحي، وأنا لازم أعلن هالشي على حياتي، مثل ما نفس الشيء منقول نحنا، وقتل ما نكون عم ننوجه، أو عمنا مرض، أو عمنا مشاكل، منقول إنه الرب يسوع مشيت، وإنه نحنا ننشفي، ولكن أمرار ما منعرف السبب ليش ما بيصير، بس فيه طريقتين أساساً، فيه طريقة روح الأدوس بيتدخل، بيعلن، وبيشفي، ولكن طريقة تانية دايماً بينجح، إنه نحنا نكون سبتين بالكلمة، إذا نحنا سبتين بالكلمة، معناتها وقتل نحنا منقول إنه أنا يسوع شفاني على الصليب، أو من خلال جروحاته أنا شفيت، وهذا الكلام بكرره بإيماني، بيطلع من روحي أنا رح بحصل على الشفاء، لهيك الرب يسوع بيقول إذا واحد بيطلب شيء بإيمان، من دون ما يشك بفكره، من دون ما يكون عنده شكوك بفكره، رح بيحصل على اللي عم يتلبه، معناتها وقتل أنا بيجيت أتكلم بإيمان، بالمقابل فيه شك، فلتان براسي وبأحاسيسي بيقول لي لا ما فيه، ما فيه، ما فيه، ما فيه، لك أنت موجودة هلا، أنت بك تضل هيك، ليش غيرك نشفى من هالمرض؟ بقى خلينا منتبهين أحبة إنه وقتل نحنا منقرأ، لازم نتحول الكلمة بعمل روح الإدوس، بيحولنا من إنسان جسدي لإنسان روحي، نعم نحنا بالروح ولدنا جديد، ولكن عنا النفس والجسد بعض بحاجتها لتغيير، بقى نحنا ضروري كتير، لوقت اللي منقرأ، منسلم ذاتنا لهالعمل اللي روح الإدوس عم يعمل، تيصير فيه تغيير بداخلنا، وقت اللي نحنا منتغير من داخل، بدنا نلاحظ إنه منتطلع للظروف اللي موجود قدامنا، بنظرة مختلفة بطريقة تانية، وعلى هيك إذا منقرأ رومية 12 أيات واحدة واثنان بيقول، لذلك أناشدكم أيها الأخوة، نظراً لمراحم الله أن تقدموا له أجسادكم زبيحة حية مقدسة مقبولة عنده، وهي عبادتكم العقلية، ولا تتشبهوا بهذا العالم، بل تغيروا بتجديد الذهن، لتميزوا ما هي إرادة الله الصالحة المقبولة الكاملة، وإذا نحنا كرسنا حالنا بطريقة صحيحة، نحنا نلاحظ بكي بدو يصير في تغيير بداخلنا، ما رح ناخد الإشياء اللي موجودة حوالينا، ونصير نعيش أو نتأثر، أو نداية، أو نيأس، أو نبتعد عن الإيمان، أو عن الصلاة، أو القراة، أو عن كنيسة، بل نحنا بدنا نتثبت أكتر، وبدنا نعلون، وبدنا ننتظر العجيبة، بهذا اللي نحنا لازم نعملوه، وقتل نحنا منعيد أحبة، لازم نعيد أولاً بالداخل، أولاً بدنا نعيد بالداخل، عادةً نحنا منلاحظ أن الناس بفرسة هذا العيد، يجربوا، ينبسطوا، يفرحوا، أنا بشوف أنه بهالظرف، بهالزمن، نحنا لازم نحس هالفرح، أو هالولادة اللي نحنا حصلنا عليه كمان، كيف بدنا نعرفوا للناس، نطلعوا لبرة، تحتى الناس يشوفوا، والناس كمان يتوبوا، وعندكم مجال، عندكم قريبكم، عندكم أصحابكم، ما تستحوا، ما تخافوا، وإذا هنه أشخاص يرفضوكم، لا شيء، إذا أنا حكيته عن يسوع المخلص، عن حياة الأبدية، ورافضني، أنا بعتبر أنه كان أصلاً رافضني هذا الزلامة، أنا بعتبر أنه كان أصلاً رافضني، لأنه أنا لا أقول له شيء غلط، أقول له عن حياة الأبدية، هاديك اليوم أنا حتيات آية، لا أعرف إذا قررتوه، أنه الشغل الوحيد، الربح الوحيد الدائم للإنسان، هو أنه يعيش على الأرض، يربح أبديته، لأن كل شيء إنسان عنده، فقط فات بالتبوت، يفوت لوحده، ما بيأخد معه شيء، ولا بيقدر يصرفهم، الشغل الوحيد الذي يقدر يأخد معه، ويصرفهم، ويعيشهم، للأبد الأبدين، مع يسوع، مع الله، هو أنه الآن يحصل أبديته، لا يوجد كنز، لا يوجد شيء أسمى من ذلك، أنا ممكن أعطي لإنسان، إذا الإنسان لا يريده، هو رافض، هو حر، لكنني لا أريد أن يكون مطيع لأبليسه، لا أقول، أريد أن يخلص هذه الزلامة، أريد أن يأكله، يشربه، وينبسط حياته، أريد أن ينبسط حياته الأبدية، أيضا، استغنموا الفرصة، خاصةً بهالزمن العيد، أنا كنت، عم بتطلع هيك، يمين الشمال، أنا عم بسوق السيارة، عم لاحظ، الناس لهالأيام، مستعجلين، كلهم رايحين شيء محل، كلهم عندهم شيء يعمل، يعملوا أكل، يريد أن يشتروا ثياب، كلهم مشغولين، يريد أن يعملوا شيء، كلهم ملتهيين بالعيد، ولكن من دون صاحب العيد، كلهم عم بيحضروا حالهم، طي عيدوا، هالعيد اللي بدنا نفرح، بدنا ننبسط، بدنا نلعب، بدنا نشرب، بدنا نأكل، بدنا نسكر، ما في صاحب العيد أبدا، ما خصوا بشي يسوع، ولكن هنه بيجاو، يعني أنا فيه، طلقت بشغلة واحدة، وتكلم عن يسوع، يمكن يقبل، لأن مبسوط هالله، لأن مبسوط هالله، ممكن يقبل، ببساطة، والله معكها، بقى خلينا نستغنم هالفرصة، ونحكي للأشخاص اللي موجودين حوالينا، لأن خاصة بهالزمن، ما في غيرنا، الوحيد اللي بيقدر يحكي بهالمكان، بهالجو اللي نحنا موجودين فيه هو نحنا، و الله حاتت ثقته فينا، خلينا نحنا نستخدم هالشي اللي ربحت فينا، ونتكلم للناس، ما نستحي وما نخاف منهم، نحنا ما عم نضربهم يا عمي، فيه ناس عم يضربوا بعض، و بعضهم مبسوتين، وفيه ناس بيدحكوا عباد، بعضهم بيقعدوا مع بعض، بيأكلوا، بيشربوا، بيعملوا كل شي، ونحنا ما عم نضربهم، عم نعطيهم أحسن بشارة، ما بيتمن، بقى خلينا نحنا نصير نعيد هالعيد بهالطريقة، خلينا نقاف ورح بطلب من البند يطلعوا لفوق، ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر